وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب يعني في شرب الخمر وشرب الخمر هل يجلد حدا أو تعزيرا فيه عقوبة التعزير والله أعلم لكن بما استدلوا قال لأن عمر الخطاب لما كثر الشرب الخمر استشار الصحابة وكبار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن يجلد كأدنى الحدود القلف القلف اتهام الناس الآخرين كم يجلد ثمانين جلدة فرفع الجلد إلى ثمانين جلدة والنبي صلى الله عليه وسلم جلد نحو أربعين شوف نحو أربعين والجلد يكون يعني بالجريد والنعال تأديما له وتعزيرا فإذا جلد النبي صلى الله عليه وسلم نحو أربعين وجاء عمر ورفع على ثمانين دل أنها ليس حد من الحدود وإنما جلده تعزيرا لما فعل ذاك عمر رضي الله عنه لأن كثر الشراب والناس تهانت في هذا الأمر فمعد الأربعين تؤدبهم فرفع ذاك إلى ثمانين وهذا يدل على أن معصية الشرب هذه قديمة ويبتل بها كثير من الناس عافان الله وإياكم ومع ذلك حدث حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بين ايش بين أصحاب ترجمة نانسي قنقر